اهلا بحضراتكم كما وجه الرئيس بتعزيز الجهود في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بهذه المشروعات باعتبارها مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب مشيرا إلى أن مصر ستصبح بعد ذلك مركزا محوريا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والإفريقية أعلنت الحكومة إطلاق خطة وطنية للهايدروجين الأخضر بقيمة 40 مليار دولار وذلك في الأشهر المقبلة ادركا منها لأهمية إنتاج الهايدروجين الأخضر والأمونيا وتخزينهما وتجارتهما فيما اكتذبت المشروعات المعلنة في مصر العديد من المطورين الأجانب وصلطت الضوء على إمكانة البلاد تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهايدروجين الأخضر يعد من أهم أولويات القيادة السياسية خاصة أجهزة التحليل الكهربائي والتي تعتبر عماد هذه الصناعة ودراست زيادة القدرات من مولدات الرياح بالاعتماد على توربينات فائقة لارتفاع ذات القدرات الكبيرة في التوليد جذبت مصر اهتمام المستثمرين الأجانب عبر توقيع سبع مذكرات تفاهم مع شركات وتحالفات عالمية لإنتاج الوقود الأخضر ليتم الإعلان عن الاتفاقيات النهائية في هذا الشأن في نوفمبر المقبل بالتزامن مع استضافة مصر لكوب 27 في مدينة شرم الشيخ وتضمن التعاون مع الشركات العالمية تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج هذه الصناعة كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا حول جهود الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية القومية للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من خلال إنتاج الهايدروجين الأخضر أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء